السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الاستاذ امين عبد الحسيبي الضريبي. هنتكلم النهاردة ان شاء الله على مشروع هام جدا من خلال الميكو بت. من خلال موقع الميكووت. هنعمل على برنامج مهام اللي هو برنامج انزار الحرق. انزار الحريق. لو انا عاوز اعمل برنامج انزار حريق. اللي هو لما اضغط عليه يبدأ ينوي او يعمل صوت ويبدأ يقول لي مسلا حريق او كلام من ده اعملها ازاي. طبعا الفكرة بتاعته برضو عاملة زي فكرة الجرس الجرس الموجود في المدرسة. لو انا محتاج ان انا اول ما اضغط عليه. بيبدأ ان هو يصدر الصوت بتاعي او التنويه بتاعي اللي حسب الايه اللي حاجة اللي انا عملها او حسب شكل الجرس او نوع الجرس اللي انا عمل. طيب. حاجة هنا اقول له دائما. يعني طبعا هيبي التنويه ايه بصفة ايه? دايما لما يحصل الامر اللي انا هقوله. طيب ازا حصل كزا او لو حصل كزا او لو يبقى هنا هندخل على الاوتوماتيك اللي هو الشرط بتاعي. هاخد قاعد اف. هقول له لو. طيب ايه هو الشرط بتاعي بقى? وهنا طبعا الشرط الاوليب بيقول بعد اف اللي هو في حال تحق الشرط اللي هو ايه? طبعا هنا. ممكن ايه هو او نفس. بس هو بيش بعد اف دايما هو تحق الشرطه. طب هقول له ايه? هقول له يعني لو حصل ان انت مسلا اه 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 ده تحرك تحرك بمكانه ادي انزار اعتبر انزار سرجة مسلا. يبه برضو بص انزار برنامج اه اه حقيق وممكن انزار سرج لو حت حرك او اه واجع يعمل اه صوت يبدا انزار اه حقيق. حت كسر الباب افتح الباب بتاع العربية اعمل اه صوت اه نزار سرجة تمام كده? طيب او لما اضغط اني على الازرار اعمل لي صوت. يعني زي مسلا هي جرس الحريقي اللي ببه في المداز او ببه في اي مكان من الاماكن العامة بيكون في زرار او اما تضغط عليه بيعمل صفارة اه في الناس كلها فبيبدأ ايه? كله يعمل انتباه دية دية حسب ما ايه انت عاوز مشكلة. طبعا نعمل ايه? هندخل في الانبوت? عندي امرين هم. لما اضغط على الزر ده. وممكن ان انا اجي اقول له حاجة تانية از شيك ايه? اه. ان لو حصل عملية اهتزاز. يبا انت هتاخد اضغط ولا اهتز? منان على حسب البرنامج اللي انت عاوزه. عاوز مسلا زي برنامج سيرجل لو كده لو وقع هلو وقع هيهتز? يبا ينبه. طب لأ انا عاوز يبا سابت. يبا هنبا عند الضغط على زر من الزرورة. طيب هنقول له مسلا ايه عند الضغط على ايه الزر? مش محتاج الكود ده. يبا انا اعمل له ايه? عشان مش ايه? يشغل اللي حايز في اللغة بتاعتي. طيب. لو ما اعمل كده. ايه اللي يحصل? اول حاجة? اول تعزيز اعمل لي صوتي عام. طيب. ندخل في الميزيك. ها? وده اختار بقى اللي انت عاوز. بايتون. بايتون. اه طب. ايه حاجة احلى من ده كله. انا بحبها. اللي هي الاسمه ايه? بلاي. طب تعال كده نشوف كده. ناخد ده. يعني ايه بلاي. دي صوتيات بس حضرتك اللي انت اللي بتختارها اختارها ازاي? ايوة يعني هنا النغمة دية اللي هتشتغل انت اللي هتختار اختارها ازاي ازاي اتغط كده. هنا طبعا عندي حاجتين امر ايه? يا امر اسمه الجالري اللي هو زي الستوديو كده اهوة في نغمات جهزة. تضغط على النغمة ان عجبتك النغمة تاخدها. لكن اللي هي الاوامر التانية اللي في ديت بتلاقي ايه نغمية صغيرة كده حتة صغيرة كده اللي هو اللي حديت بتلاقي ايه حتة صغيرة. فعشان كده مش عاوز دي انا عاوز دي. طيب. يوب بداء الجالري. طب فيه ايه ديته? ايه? التحرير. يعني انت اللي هتعملها بيدك. وهنا بتعملها مكونة من تمن نغمات. يعني المقطع الصوت اللي هتعمله دي مكون من تمن نغمات. طب يعمل كده. طبعا بدأ من ليه الضعيف في القوي كلام ده اقول اها بص هنا كده. اتلونت كلها هيت. يوب بيديه تماني هون وات بتوعها. عاوز تشغل? تمام? ماشي. طب اعمل ضن. طب التام موضيت اللي هي السرعة بتاعت الايه اللي الموسيقى. يوم دي الموسيقى اللي انا عملتها واخترتها. ماشي. طب عاوزوا كمان يكتب لي. طبعا هنا اوتوماتيك راح جايي ظاهير لي هنا. في الميكروبيت اللي هو ان انا ايه موصل او السلك بي. الدبوس اللي هو زيرو. مع البنت زيرو. مع الايه جي اني دي. اهيت بالايه بالمايك بتاع السماعة. طبعا في الكتلة بتاع السماعة. طبعا كده. طبعا ايه ممكن ايه عاوزين يستخدم كمان الميكروبيت ده ايه يعمل لي حاجة كده يا مظهر كمان. اه ممكن نحن نكتب عليه كلمة مسلا. او اي حاجة بقى زي ما حسب نوع الايه اللي ان انت احنا اقول لما ممكن نستخدمه في السرقة ممكن نستخدمه في الحريق ممكن نستخدمه في اكتر مكان. او اكتر من ايه. انه اخده ونورد هقول له شو سترينج. شو سترينج يعني قيمة نصية اللي هتنكاتب عليه مش رقمي. وطبعا في اي لغة برماجة لازم اللي هو القيمة النصية او يعني تنحطنا بين علامات التنصيص الموجودة دي. طعم كده. هنكتب هنا. طبعا اول ما اشيطي طبعا انا يعمل ايه? علامات التنصيص اوتوماتيك عليه. طبعا. هنا كده يبقى كده اوتوماتيك. اول ما انا اضغط على الزر اللي اسمه ايه? اه. بدأ يعمل موسيقى وهنا جاب لله اه. وهنا كتب بدأ ايه? يكتب ايه? طبعا. طبعا. انا عاوز بقى خلاص بقى حضرتك ايه? بعد ما يكتب ويظهر ان هو يمسح المحتوى اللي موجود على الشاشة. طيب. ممكن اعملها ازاي? هندخل فيه وبقوله لما اتخلص اعمل ايه? كلير سكري. عشان تنظيف لي المحتوى اللي على الشاشة. يبقى كده احنا عملنا هو برنامج رغير خالص. بس برنامج لازم ممكن نستخدمه في سرجة. ممكن نستخدمه سرجة. يبقى هنعمل شيك. بوتون ايه? شكل. اه بدأ ما قلت بوتون وان لا اقوله شيك لما ايه? يحصل اهتزاز. اه ممكن نستخدمه في حاليك. ممكن نستخدمه على اكتر من ايه? منوال على حسب محضرتك. اتمنى ازا عاجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. وتشترك معنا في القناة. وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا رحلاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.